أخشى ما أخشى اليوم أنه اللعيبة تدخل في تحت ضغط اللي طبعا حذر منه سمو سيدي ولي العهد فيه بداية لما قالوا إلعبوا استمتعوا اليوم اللعيبة لما تيجي تقول أنكم لازلتوا ثاني مشاركة لازم تتأهلون عشان تصيرون أفضل مشاركة اللي هي مشاركة 24 مع أني أنا 94 مع أني أنا ضد المقارنات مشاركتين بينهم 28 سنة من الخطأ أن نقول أن هذه المشاركة أفضل من مشاركة قبل 28 سنة خلاص هذه المشاركة راحت الحالها هذه المشاركة كانت بنظام مختلف هذه المشاركة كانت بـ 24 فريق نحن اليوم عندنا 32 فريق ليس من عادتي مصادرة أراء الناس ولكن أخشى ما أخشاه اليوم أن اللعيبة يدخلون إلى أنه يدخلون تحت ضغط أن نحن لازم نتأهل عشان نكون أفضل من 94 لا أنا أتمنى أن اللعيبة تدخل المباراة لصنع مجد شخصي لها وصنع مجد للوطن طبعا بالتأهل للدور الثاني بصرف النظر عن نتيجة 94 صراحة تداول في الأسبوع الماضي خاصة بعد مباراة بولندا أن هذه أفضل مشاركة بعد مشاركة 94 أنا ضد الطرح هذا المفروض أن نحن كل مشاركة ولها وضعيتها ولها ظروفها اللي واكبتها ولها الدعم يعني من المستحيل أن نقارن هذه البطولة ببطولة 2002 لا من الدعم ولا من الوقت ولا من المكان ولا من الحضور الجماهيري ولا كل شيء نفس الشيء 2006 نفس الشيء 2018 صحيح أن هذه ممكن أنها تكون أقوى فرق يلعب كمجموعة ولكن توفرت للمجموعة هذه وسط موسم حضور جماهيري كبير دعم غير مسبوق من القيادة كل أمور ما توفرت للأجيال السابقة فمن الخطأ نحن نقارن في اختلاف العوامل أو اختلاف الظروف أخشى ما أخشى على المنتخب أن يدخل اللعيبة هو في ذهنهم أنه إحنا لازم نفوز عساس نكون أفضل مشاركة لا أنا أتمنى أنهم يدخلون للتأهل للدور الثاني وصنع التاريخ